عملوا حملة اعلامية ضاغطة وفيها هجوم كبير جدا على النادي الاهل بصفة عامة النادي الاهل ادارة لما قال الادارة بتتأثر بالسوشيل وان السوشيل بتتحكم في القرار ولعلى لاعبيه وانتقد بشدة اتنين من اللاعبته محمد شريف وحسام حاسر قال الجمهور بيحبهم لما يلعبوا وما يسجلوش الجمهور ما يهاجم هومس طيب ومحمد شريف ده اللي مكسبك بطولة افريقيا السنة اللي فات محمد شريف ده اللي سجلك في اول مباراة في بطل كل وسنة اللي فات وفي التراج رايح جاي وفي كايزر تشيفز اول جول اللي انت موته خالص اللي انت افقدته الثقة في نفس وهو قفش كان الاول قفشة شريك نجاح دلوقتي بقى قفشة ومحمد شريف انت افقدته من الثقة في انفسه فالنهار ده طالق يهاجمهم ويجب حسام حاسر كلام عكس اللي بيقول حسام حاسر اصلا ما خدش فرص ما لعبش قالك لما بيسجلوش الجمهور ما بيهاجمهمش لكن في لعيبة تانية تفهم ايه من كلامه تفهم من كلامه ان الدنيا موجهة وان فيه ناقل سوشال ميديا مع ناس وجمهور مع ناس وحكاية مع ناس وامراته طلعت طلعت هاجم الجمهور كلام يعني غريب جدا 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 يعني امراته مثلا امراته بتقول لك ايه؟ تقول لك موسيمانيا تعرض لانتقادات لازعة منذ وصوله الى القاهرة رغم النجاحات التي حققها مع الاهل هذا الامر محبط للغاية عياط يا مواء عياط عياط محبط للغاية وهناك بعض الجماهير التي تنتقده وتلمح دائما الاغتراب رحيله عن الاهل بعد كل مباراة توسل بسؤال بس هو فيه حد بتحكم في الجمهور يعني فيه حد في الدنيا يتحكم في الجمهور وفقا لأدائك وفقا لأدائك وفقا لشغلك وفقا لنتائجك ساعات يشيروك فوق السماء ويحطوك على رأسه زمدش الاسماعيلي وبرامل زود الزمالك وكده وساعات الناس تهاجمك لما تقدى اذاك سيء وده امر طبيعي لما تقدى اذاك سيء زي البنك الاهلي زي السيراميكا زي المصري زي الاتحاد زي كده بيهاجموك وده الجمهور انا شفتش حد في الدنيا عاوزانا نمسك بقء الجمهور يعني عاوزانا نمسك بقء الجمهور عاوزانا نتحكم في مزاج الجمهور يبقى لماتش زي الزفر والله الله ده الماتش حلو ماتش جميل جدا لقد الاهلي مبارا رقيعه وعجز عن التعادل مع المصري وخسره بالنتيجة لكن احنا كنا الافضل انت مضايق الدور السنة اللي فات وبيت مرة قلت 14 نقطة انت ضيعتوه وقلت ما بيعرفش تكاتشن في اللحظات الاخيرة من عمره المباراة تبقى انت كسبان وتتعادل تبقى بتعادل وتخسر وحصلت لك النقاط لكن النهاردة انا ما شفتش حد بتحكم في مزاج الجمهور وكل شوية سبع القاب في عشرين شار طب انت بتعاير النادي اتقول لهم ايه وبيعاير النادي اهل في الغرف المغلاق وفي الاجتماعات يقول لهم طب انا كنت المنصومة كانت موجودة لكن في سبع سنين ما عارفوش تكسب البطولة طب وانت يا نقه في تمان سنين ما عارفت تشتكسب غير بطولة واحدة مع صندوق يعني في تمان سنين ما عارفت تشتكسب غير بطولة واحدة يبقى انت بتتكلم في ايه يبقى انت بتتكلم في ايه يعني انت بتتوب الجمهور على ايه بتعاتب الجمهور في ايه الجمهور ده هو السيد هو اللي يقول ده حلو وده وحش وده حق ومذاب بيشوف كرة ممتعة وجميلة زي ما شوفنا قدام الإسماعيلي في بداية الموسم وقدام الزمالك وقدام بيرامدز الجمهور شركة في قراصه لكن إنك إنت تبقى عاوز تتحكم في مزاج الناس ويات هاجم الجمهور ده الهجوم على الجمهور ما شوفتش حد في الدنيا بيعمل كده أنا ما شوفتش حد بيهاجم الجمهور عشان الجمهور بيزعل لما فرطه بتخسن ده وبعين خلي بلك بقى من حاجة هذا الرجل شكاء يعني من ساعة ما جاء وهو دوله إنه يشتكي يشتكي إنه إنه هم يعني بلاش يعني فيها عاجة مش عاوز أبدل لكن يجي بس أقول لك عاوز أجدد وعاوز أحس بالاستقرار هم مش عاوزين يجددون ويطلع الهوى أكتر من مرة يهاجم قدارة النادي لآه رغم إنه عاقده كان بقى فيه 18 مش كان بقول لك يامده في شهر يناري اللي فات قبل السفر مش عاوز يقول ويقول لك إيه يعني عاوز يساف كياس العالم وأنا مستريح ومختلفين وأمير توفيق يتهاجم مدير التعاقبات في الآلي وكان أمير توفيق ده ماشي في دماغه مش بتعليمات مجلس إدارة فبالتالي فبالتالي هو شكاء بطبعه بطبعه شكاء وبطبعه ما بيجيبش عن نفسه بغلط وبطبعه بصوا اللعبة بتقول لك إيه بس عشان أجيب لك من الآخر اللعبة بتقول لك كيفين جونسون ده المدرب المساعد بتاعه هو كان كل حاجة هو كان العقل كله هو كان بتاع الشغل الفني كله ده يا راجل موسيماني ده الملعب قدامه ويبص للناس اللي عادة قدير فيه إيه والتياب تب كلم دول إيه ما تكلم اللي في الملعب توجيه الله يخرب بيتك في إيه مهم عشان بس يعني الواحد يتنى ماسك أعصابه موسيماني يعني إيه طبعه شكاء طبعه بكاء طبعه يحب يحط نفسه في مكانة كبيرة أكبر يا نهاردة بيقول لك إيه بيقارن نفسه بجوارديولا ويرجم كنوب تصريحاته يقول لك ليه المدرب الأفريقي ما يشتغلش في أوروبا ونطيعهم سوريا عام الموضوع ده تقفل خلاص مات في العالم الموضوع سوريا دي ماتت في العالم ماتت في العالم الكفاءة طب انت كان لك تاريخ إيه قبل ما انت تيجي النادي الأهلي غير أنك كنتم مساعد في منتخب جنوب أفريقيا ثم مدرب لسان داونز كسب البطولة مرواها كسب البطولة مرواها الأهلي اللي عملك التاريخ والأهلي هو اللي بيعمل تاريخي الناس اللي عنده المان والجزئة العظيم دا الأهلي اللي عملك تاريخه ومش بدل المرة تلاتة ويرجع يرجع ليل إنه ما بيغلطش ما بيتجاوز بينزل على الأرض ويتعامل بمنطق وعقلانية بيتفق ويختلف مع الناس اللي كانوا بيديروا لكن مش بيجي هو حط نفسه في برجة حقي كده طووس ماشي ولا يراعي مشاعر الناس ولا يراعي مشاعر الناس فهو بصفة عامة شكية طيب عاوز نروح معاك محص